بعد أن طوى العراق صفحة الديون المستحقة منه للكويت ومع زيارات دبلوماسية مشتركة بين بغداد والكويت في الآوينة الأخيرة بات الحديث عن إنهاء زمن الخلافات التاريخية بين البلدين عين المراقب للعلاقات بين البلدين المتنافرين فيما مضى بفعل الحرب العراقية على الكويت إلا أن لغة المحللين اليوم تصاعدت بحدة وبعنوان المشكلات الحدودية التي وصفت بالنار تحت الرماد إذ برزت اتفاقية خور عبدالله مجددا مع قرار المحكمة الاتحادية بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي صدقها البرلمان العراقي عام 2013 مؤشر توتر متصاعد تحديدا في أعقاب الزيارة التي أجراها وزير الخارجي الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح أواخر تموز الماضي إلى بغداد وترسل اتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ثمانية ثلاثة ثلاثة الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت سيناريوهات متوقعة بحسب خبراء ستفتحها أزمة الخور من جديد السيناريو الأول يتمحور حول دعوة مجلس النواب ليعادة التصويت على الاتفاقية بهدف إقرارها أما السيناريو الثاني فيتضمن إرسال كتاب إلى الطرف الكويتي وإبلاغه بتعليق الاتفاقية في حال فشل المفاوضات بين الطرفين يصبح البلدان أمام السيناريو الثالث وهو رفع المسألة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار والتي تنظر في النزاعات البحرية بين الدول بحسب مراقبين مرجحين أن المشكلة لن تحل بسبب ما وصفوه باستقواء الكويت بالقرار الدولي ويعترض العراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر